السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم فيديو جديد من سوبر مومي. يارب تكونوا كلكم بخير. حابة قبل ما ابدأ الفيديو النهاردة اقدم شكر وتوضيح. توضيح ان اللي ظهرت في الفيديو الاخير هي اختي مش انا. اختي اللي اصغر مني. اه ومشكركم بقى طبعا جدا 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 على التفاعل وعلى الكميتات الجميلة جدا اللي انتم كتبتوها في الفيديو ده. وعلى الترحيب بيها. شرفتوني والله. جزاكم الله خيرا. وانا بحبكم جدا في الله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. النظافة ما لهاش علاقة ولا بالحالة الاجتماعية ولا بماركة الاجهزة اللي عندك ايه? النظافة اسلوب حياة. هنتكلم النهاردة عن تجهيزات وتحضيرات رمضان من تنظيف الاجهزة لان رمضان مش تجهيز وجبات بس. كمان الحاجات اللي بتطبخي فيها وبتستخدميها اسناء تحضير الوجبات لازم تكون نظيفة وتهتمي برضو بيها. لا تقل اهمية عن الاكل نفسه لان هي حاجات بنحط فيها الاكل فضروري يكون ما فيهاش اي فطريات ولا ميكروبات ولا اي بواق اي اكل ولا اي حاجة خالص. هتكلم دلوقتي عن جزء جزء في الاجهزة دي ونشوف بيتنظف ازاي وايه يا الحاجات اللي ممكن تنظفيها فيه وتكوني بتنسيها. اول حاجة هنتكلم عن الكابة الجزء اللي انا مسكيه ده ده بيتنظف جدا بالمية والسبونشا والصابونة عايزة تحت الحنفين. طيب. نيجي بقى للجزء بتاع السكينة. الجزء ده. خذ يبالك طبعا انه تتنظفيه جدا لانه بيبقى حامي جدا. عايزة اقول بيتغسل كويس قوي ولازم يتنشف. ده بيحافظ على ان السكينة بتاعة الكابة دي تفضل آآ حمية زي ما هي. كمان نحطها في الكفر بتاعها. ده يخليها معيك سنين طويلة تفضل زي ما هي حمية جدا. كمان الجزء اللي بيركب فيه السكينة ده. بصوا بقى. ده لما بنعمل طبعا اي حاجة في الكبة لازم يدخل فيه اكل. الجزء الصغير ده. فلو ما غنضفتوش كويس ودقة فيه اكل هتلاقي مليان مكروبات وفطريات واكل اللي باقي جوه متعفن وحتلاقي وريحة بقى وحشة. وطبعا امراض لما تيجي تعملي كل شوية في الكبة حاجات تانية يعني موضوع صعب. فانا اما خلت ودان يا اما خلت سنين. بحط خلت السنين على منزيل كده وابتدي انا اضافها بالشكل ده. كده بتبقى سهلة جدا. حتى كمان لما باجي اخسلها وانشفها بعد الاستخدام بانشفها برضو بالطريقة زي. مش بسين فيها مية من جوة. بعد كده عندي الجزء بتاع الغطى بتاع الكبة. في هنا آآ قطع زي السيليكون كده بتركب اللي بتحكم الغطى في ان هو يقفل على الكبة نفسها. الجزء ده كنت بلاقي صعوبة جدا في تنظيفه. دايما كان بيدخل تحسيه اكل بينه وبين الغطى. فكنت طبعا يعني بداي جدا لكل ما ايجي اخسر الكبة وبحيب اشتخدمها في سبب الجزء ده. ففكته خالص من مكانه. بنظفته كويس جدا. ولقيت الكبة بتشتغل عايزي من غيره. فخلاص انا سبته كده. وبستخدم الغطى من غير الكبة من غير الكويتشة دي خالص. وبيبتدي نظف برضو الجزء ده فيه حتة دياءة كده جدا بفرشة السنين وبطلع منها اي اكل باقي. كل ده لما بتعمليه وقت الاستخدام بيبقى سهل عليكي بقى. ديكي وقت زي ده كده انا مش محتاجة ان انا نظف الحاجات دي كلها لانها كل حاجة استخدمتها نظيفة بعد ما استخدمتها. الغطى بتاع الكبة اللي هو فيه بقى الجزء الفتحات الدياءة دي برضو لازم توصل لها كويس جدا. من فاشل خالص كل ده بيدخل فيه اكل مكان الكبة. عندي بقى حاجة حلوة جدا. سحر بجد. الخلاط والكبة والبلندر وكل حاجة بتستخدميها في الاستخدام اليومي بتاعك. بعد ما تخلصي تمسحيها بمندير الوايز. صراحة تحفى. بيخلي الحاجة بتلمع وتنضف اسرع. لو في اي حاجة كمان لزق بقالها فترة سبحان الله بتلاقيها بتطلع بسهولة جدا بالوايز. شايفين الطريقة اللي انا بنضف فيها دي? هي دي طريقتي في استخدام الادوات الكهربائية اللي موجودة في المطبخ عموما. تنضيف التفاصيل ده مهم جدا. ده اللي بيخلي الحاجة بتاعتك لما تشوفيها بعد عشر سنين تقولي ايه ده هي الحاجة دي جديدة ولا مستخدمة. كمان عمر الحاجة اللي موجودة معيك بيطول لان المحافظة عليها بيخليها بصراحة دايما معيك جديدة وشغلة وسليمة. النمى الاهمال هو اللي بيبوز الحاجة. انا نضفتها كويس جدا بالوايز بص شايفين شكلها. البلندر ده بقاله خمس سنين. هو كان بلندر ومعاه الكابة دي. الجزء ده بقى اللي بنزقي بيه اي حاجة بندخلها هنا اثناء الضرب او اثناء الفارم. كمان علشان ما يترتش مننا الحاجات اللي موجودة بتعملها جوا بنحط الغطا ده. ده طبعا لازم يتنظف كل غسلة او كل استخدام لازم يتنظف بالسبونشة كويس جدا التفاصيل بتاعته. عندي بقية الجزء بتاع الكابة اللي هو البلندر بقى. السلك بتاعه او اي عموما حاجة عندك في الاجهازة في المطبق لازم تكون ملفوفة كده ما يكونش الدرفة كلها اسلك على بعض. الجزء ده اللي بيدرب فيه اللي بيركب فيه المضرب. برضو هنضفه كويس اوي بالوايبس ولو محتاج ان هو يتغسل عايزي بيتغسل. انما الجزء بتاع البلندر نفسه مش بيتغسل عشان هو ده اللي فيه المطور. فبيتمسح كويس اوي كده كده ما بيقاش عليه اي اي اوسح كتير يعني ولا بوايه اكل ولا حاجة لان هو بيبقى بعيد شوية. برضو هيتنظف كويس اوي لان استخدام على استخدام مرة في مرة. بنلاقي الحاجة بقت شكلها كده مبهدل وقديم لو عليها كده بقع وطرتاشة يعني. اللي انا بعمله ده كله طبعا في الاستخدام اليومي لما بيجي استخدم حاجة حاجة بيبقى اسهل. انا مش بنظف كل الحاجات مع بعض. يعني الحاجة اللي انا باستخدمها هي دي بس اللي بتتنظف في الوقت بتاعها. ده الجزء اللي بيركب فيه المضرب. المضرب طبعا بيتغسل كويس اوي وكمان الجزء ده. انما البلندر نفسه مش بيتغسل تحت المياه خالص. وده الكبه بتاعتي بتركب كده بالشكل ده. كمان المعيار ده هو برضو جاي مع البلندر. انا بشيل بقى فيه كل الملحقات بتاعة الكبه. وكده خلاص خلصنا الكبه وطريقة تنظفها والقطع الصغيرة والتفاصيل اللي فيها ممكن تتنظف. عندي بعد كده المضرب. المضرب السلك بتاعه بيتمسح كويس اوي بعد الاستخدام. كمان بنلفه بسلك او اي اه توكة او اي حاجة علشان ما يبقاش ملغبط في الضرفة ومكركب. عندي الجزء السلس بتاع المضرب ده بيتغسل كويس اوي لازم يتنشف. كل اللي انا بتكلم عندي ده لازم يتنشف بعد الغسيل. برضو بمسح المضرب من برة. كل استخدام ما بيحتاجش خلص طبعا انك تغسليه ولا اي حاجة. الجزء بتاع المضرب نفسه مش بيتغسل. اللي بيتغسل بس الحاجة الجزء اللي نستلس ده. الجزء ده الباقي بتاع البلندر اللي هو زي الخلاط كده اللي بيفرم يعني. الجزء ده استلس بيتغسل عايزة تحت الحنفية. وبرده بتنشف كويس جدا ونهتم برضو بالتفاصيل. وكل الاجزاء اللي غائرة الجوة دي. وكل الحاجة اللي قدامكم دي اللي بيديها بتاعها هنها تبقى جديدة. طبعا اولا المحافظة عليها اسناء الاستخدام. ثانيا التنشيف. التنشيف بعد ما بتغسلي الحاجة مهم جدا جدا في ان الحاجة تفضل شكلها جديد. بعد كده عندي الاكسترا شاف دي من كبة. عندي فيها جزء سيلكم من تحتها علشان يسبتها على الرخاية ما بتتحركش اسناء الفرم. دي طبعا بقى يعني سهلة جدا في استخدامها وسريعة ومنجزة وكل حاجة حلوة في الدنيا. الكابة دي بصراحة يعني ايدي ورجلي في المطبخ. برضو السلاح بتاعها بنحافظ عليه ان احنا بنفضل قفلينه بالكافر بتاعه طول ما هي متشالة في الضرفة. اي قطعة فيها بتتفك عشان تتنظف ما ينفعش نغسل كده كل حاجة وهي ركبة مع بعضها. علشان طبعا التفاصيل دي ممكن يكون فيها بواقي اكل. عندي كمان الجزء اللي في الحبل اللي انا بستخدم آآ بستخدمه في الفرم. بيتنظف عايزة جدا تحت الحنفية وبيتغسل. الجزء ده طبعا مهم برضو جدا لانه بيركب هنا. فلو في اي اكل ترتش هتلاقيه طلع في الغطى ده. فبيفضل موجود لو ما تنظفش التفاصيل كويس بينشب بقى وبيبشكله وبيبقى وحش قوي بصراحة وبيعمل حاجات صودة كده وكمان ميبقاش لطيف قوي لما انت يستخدمه بعد كده في اكل يعني. دي برضو من الصغيرة دي كابة هي هي نفس الكابة الكبيرة دي بس دي الصغيرة بتاعتها. الغطب بتاع الكابة الكبيرة هو بيركب على الصغيرة وبتستخدم عادي لتنزهي بعض بالزبط. نفس طريقة الاستخدام بتاعت دي والمحافظة عليها والسلاح وكل حاجة نفس الكلام. دي حلوة قوي قوي واستخدمها لو اكون عايزة افرم حاجة صغيرة زي بانجر مثلا للسلطة حافرم بصلية واحدة كده على السريع. ايه عايزة اعمل فلفل الوان بسرعة كده. التوابل المكسرات بتفرم حلو جدا. بعد كده عندي الحاجة الاسية اللي نستخدمها كل يوم في كل بيت. هي الخلاط. الخلاط نفسه مش الشفشق. الخلاط اللي فيه المطور نفسه. ده طبعا ما بيتغسلش احت الحنفية. عشان كده لازم اهتمام بيه كل مرة علشان ما تضطرش يوصل منك لمرحلة صعبة جدا. تبقى حتى تقرافي تستخدميه. عندي الاجزاء التفاصيل الصغيرة اللي فيه دي طبعا فرشة سنان كده على طول وخلى على مية وجنرال وبنظف على طول وقت الاستخدام. لو نزل اي صلصة اي حاجة من الخلاط عصير اي حاجة بتستخدميها لازم تتنظف فورا. منزيل وايفز تمسحي لو محتاج اكتر ممكن ازبونشة او بحاجة برضو بتغسليه من برة وتنشفه كويس قوي. والنسبة للتفاصيل بنستخدم برضو خلت سنين وخلت ودين وفرشة اسنين. شايفين بقى? بردف كده التفاصيل عندي بالفرشة وبعدين بمنازيل المطبخ طبعا لان الفوض بتبقى آآ سميكة شوية فهتصعب توصل للتفاصيل. انما المنازيل بتوصل. فبقى نشف بالمنازيل بتاعت المطبخ. حتى لو انت بقالك فترة طويلة قوي ما ما نضفتيش الاجهزة تنظيف بالشكل ده او ما تمتيش بيها. عايزي خالص ابدائي على طول. مرة على مرة هتلاقي الموضوع وصل لمرحلة وزيكة جدا يعني ان شاء الله. شايفين الجزء ده برضو كان فيه حاجات كده عليه وناشفت يعني. فلا حد احكه كده بالخلة السنان. هحكه كويس ايه لحد ما يتنظف كده وبعدين امسحه بالمنزيل. وده بقى شكلها. طبعا الفرق آآ واضح جدا يعني. الجزء اللي بركة فيه شفشة بقى من الاجناب فيه تلت سنون زي دي كده برضو شايفينها عاملة ازاي? نفس الكلام برضو هتتنظف بالفرشة والخل والحرش عليها واضعكة كويس ايه وانا شوفها. والله يا جماعة النظافة مش رفاهية خالص خالص النظافة دي يعني اسلوب حياة وتحسي كده ان انتي بنا قد ما بتتعاملي في المطبخ مع يعني مع حاجات كده اللي هي حاجتك تحسي ان انتي كده وانتي مهتمية بيها بصراحة بحاجة بتبسط يعني. مش حاجة بتضيع الوقت ابدا. كل الناس يعني فيه ناس ستات كتير بتشتغل وبرضو بيتها نضيفه زي الفل يعني. مش الفكرة خالص مش في الشغلة او قلة الشغلة يعني. عندي الجزء اللي تحت ده برضو مهم جدا ان هو لازم يتنظف. برضو ده بيتوصل له فرش السنان ومنازيل كده. مبقاش فيه اي سواد ولا اي اكل ناشف ولا اي حاجة واقعة ولا اي حاجة خالص. خليكي نضيفها في استخدامك وانتي تتتخدمي الحاجة الاول مرة. كل مرة يعني تستخدمي حاجة لازم تنظفيها كويس قوي قبل ما تشيلها في الضرفة ما ينفعش خالص انك تحطيها اي كلام وتقولي على ما نظفها. لأ. مش هتنظفيها كويس ووراكي مش ورقة او خارجة او ووراكي حاجة سيبيها على الرخمة زي ما هي لحد ما تتنظف وتحطيها في مكانها. ما تدخلهاش الضرفة وتقولي حما نظفها بعدين. السلك. السلك طبعا والفيشة مهمين جدا جدا. الفيشة بتتحط في غطأ او اي بولة فيها كلور. وانسيبها حوالي عشر دقيق كده وربع ساعة وبعدين انا تشوفها كويس قوي. لازم تبقى نظيفة. مش معنى انه خلطي بقى مليان دهون. عندي الشفشق نفسه. الخلط بتاعي ده بقى لعشر سنين بس الشفشق ده من اربع سنين اتكسر فانا جبت شفشق تاني من التوكيل. فالشفشق ده بقى له حوالي اربع سنين. برضو تنظيف الشفشق سهل جدا. الغطأ بيتنظف لوحده. الجزء اللي موجود ده بنشيله. آآ بيتنظف برضو الواحد ولما بنيجي نشيل الخلاط في الضرفة مش بنغطيه كامل. بغطي الغطأ الجزء ده واشيل فتح اللي في النص عشان ما يكام كامش ولا ولا يجتم يعني. عندي بقى بالنسبة للسكينة والمكان اللي صعب تنظيفه جدا والناس بتستسهل وتشطف الخلاط كده وخلاص ما ينفعش خالص. السكينة دي بتتفكي من تحت علشان السكينة تتنظف كويس اوي كمان الجزء بتاع الكاوتش ده يتنظف كويس جدا جدا جدا. سبتي السكينة من فوق وفكي الجزء ده من تحت سهل قوي يعني مفعش اي حاجة. وده بيخليكي تنظفي اي بواية اكلة نزلت في السكينة كده ومش عارفة تنظفيها. من غير مية ولا اي حاجة منازيل الوايبس فيها صابون كده وتحسي ان هي بتنظف وبتلمع بصراحة حلوة جدا. مفيش اي حاجة خالص في الحاجات اللي انا قلتها دي شايفها انها صعبة او ان ما ينفعش حد يعملها او اي ستة تعملها في بيتها وهي بتستخدم اي حاجة من الاجهزة بتاعتها. مش شايفة ان فيها اي حاجة صعبة في الفك ولا في التركيب. الموضوع محتاج بس شوية اهتمام ومحافظة مش اكتر. دي السكينة. برضو بقى لما بنشيلها كده وانفكت تبقى سهلة التنظيف جدا جدا جدا. اي حاجة بتستخدميها في الاجهزة هقول تاني خلاط كبة بلندر اي حاجة لازم لازم تتنشف كويس قوي قبل ما تدخل الضرفة. هي اما تسيبها تتصفة كويس وبعدين تنشفيها وتشيليها. مهم عندي قوي قوي ان السلوك بتاعتي تكون كلها مربطة بالشكل ده. يا رب يكون الفيديو ده مفيد. واستفدتي منه حاجة. وعايز اقولك انك ما تشيليش الكبة بتاعتك او الخلاط او البلندر او اي حاجة مكتومة. اه سيب الغطا مفتوح. يعني هنا عندي الكبة دي بسيب الجزء اللي بنحط فيه من الجنب ده. بركب الغطا عادي بس بسيب الجزء ده مفتوح. وهكذا نفس الكلام الخلاط. برضو الاكسترا شايف دي برضو بشيلي الغطا بتاعها من فوق واسبها مفتوحة. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. مستفدتم منه حاجة. واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد. حطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ولو اول مرة تشوفي قناتي دوسي على سبس كرايب. فعلي علامة الجرس يفضلك مني كل فيديو جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد واللهم ابلغوا رمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.